طيب انت عارف انه تحديدا في السلعة التموينية دي تحديدا يعني مصر زودت الدعم على السلعة التموينية كم في المية؟ 117 في المية طيب في نفس المظلة الحماقية اللي انا بقولك عليه يعني تعالى ناخدها كده ملف المظلة الحماقية نحن شهرين علينا يعني مثلا حماية القوة الشرائية لمحدودي الدخل واصحاب المعاشات يعني ايه حماية القوة الشرائية؟ يعني الحكومة تشتغل هي والبنك المركزي بمنتهى الصرامة والحزم على ايه؟ استقرار الاسعار خفض معدلات التضخم السيطرة على جشع بعض التجار كل ده طيب الصندوق بيقولك ايه؟ بيقولك يا جماعة احنا هنشتغل مع بعض على ايه؟ ما يقولك ايه؟ لا ده الصندوق ده اصله عاوز يديننا لحد ما نغرق في الديون وهو تاني ده كلام الاخوان لا ارجع على طول على كلام الصندوق الصندوق نفسه بيقول ايه؟ بالمناسبة هذه الامور كلها منشورة يعني ما فيش حاجة مستخبية ما بجيب لكش تديب من ديله بصراحة كل ده موجود الصندوق نفسه بيقول احنا عاوزين البرنامج الاصلاحي الحالي يستمر مع تحقيق فائض اولي سنوي في الموازنة في حد من الاخر كده بالبلد دي عاوز يخرب بيتك يقول لك حقق فوائض طب ازاي اللي لو هو بيشتغل معك يبقى مش عاوز يخرب بيتك ولا حاجة بالعكس وعاوز اقتصادك يستمر في نموه وزي ما كنت بيقول لك في اول حلقة هو اشتغل معك سنة 16 واشتغل معك سنة 20 وعملنا مع بعض الحقيقة نتائج اكتر من رأعة في خفض معدلات البطاعة وخفض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو الى اخير طيب الصندوق بيقول لك ايه نوع مصادر التمويل حسن الكفاءة بتاعت الايراد بتاعك حسن كفاءة الانفاق في الموازنة العامة كفاءة الانفاق خد بالك اصله لو انا بعمل عملية انفاق على الكلام الفارغ يبقى انفاق غير كفاء لكن لو انا بعمل انفاق لاجل الانتاج يبقى انفاق كفاء طيب طب تعالى نشتغل على ايه بقى انا عايزك تزود انفاقك في حتة دي نصحت لك انا الصندوق يا مصر لو سمحته زوده انفاقه الخاص بالتنمية البشرية انا عاوز كل الادوات والامكانات بتاعت المواطن المصري تزيد فاشتغلوا اكتر على كده ووسعوا لي التمويل بتاع مظلة الحماية زي ما كنا بنقول طيب تعالى كده هاخد لك على الماشي من ستاشر لتسعتاشر احنا عملنا برنامج سنة ستاشر وعملنا برنامج سنة عشرين بص كده من ستاشر لستاشر معدل او متوسط المعدل بتاع النمو الحقيقي خد بالك بقى للنتج المحلي قبل الصندوق او قبل تعاوننا مع الصندوق وبعد تعاوننا مع الصندوق قبل الصندوق يعني سنة خمستاشر حلو؟ وهقول لك بقى المؤسسات كلها قالت ايه ما الصند؟ مش مؤسساتنا وان كان انا جا اقول لك لو لقيت الكلام ده بتاع المؤسسات الدولية متفق بالحرف وبالمضامين وبمنتهى الدقة مع شهادة مؤسساتنا المحلية يبقى كفانة عقدة خواجه صدق مؤسساتك المحلية انه بالمناسبة هو مفيش حاجة اسمها ارقام مضروبة برضو الكلام اللي يقعد يقول لك العلب رعت الإخوان ده عيال تفق متخلفين عقليا ده بجد جزء منهم انهم متخلفين عقليا وجزء التاني انه هو مهمته انه يسود عليك العيشة متخلف لانه مش فيهم هو بيقول ايه تافه وجاهل ومتخلف كلهم دون ناس تسنقوا واحد كلهم حينه طيب غير كده هو عاوز يسود عليك العيشة فهقول لك المؤسسات قالتين بس بص بقى هنا سنة خمستاشر سنة خمستاشر كان معدل النمو للنتج المحلي نسبة ما اوي تلاتة وتسعة من عشر سنة خمستاشر طيب بعدها بدأنا بقى مع الصندوق يعني ده العام المالي خمستاشر ستاشر تعال اخذك على عام المالي تسعتاشر عشرين ايه اللي حصل اربعة وتمانية من عشر طيب خلص البرنامج الاول مع الصندوق او اول تعاون وصلنا الى العام المالي عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين اللي احنا عايشين فيه ده اللي هو فضل منه تقريبا حوالي ست شهور وشوية ست شهور ونص وصلنا لخمسة في المائة معدل نموه في الناتج القومي او الناتج المحلي الاجمالي طيب اشتركوا في القناة